اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا حدث مع الفتيات في رحلتهم من مدرسية الى المتحف خلينا نشوف كل واحد صار معاه مرض معين طيب نيم سام اسمه سام المرض اللي صابه العطس دمعان او سيلان فلعين نيم جورج الاسم جورج المرض هدك وجارة اذا الاعراض الام في الرأس الاسم النس المرض السعال الاعراض التهاب صدر او الام في الصدر اذا السعال لفترات طويلة الاسم بيتر الناس المرض وجع معده الاعراض يعني اسهال مراجعة استفراغ يعني الاسم المرض وجع اذن انا مش عارف هاي رحلة ولا رحلة تموت الاعراض pain to the ear to the ear اذا pain to the ear يعني الم في الاذن pain to the ear ايو الم في الاذن نيم سارا الاسم سارا illness الفلو المرض الانفلونزا السمتومس الاعراض فيفر راني نوز اذا فيفر اللي هي الحمى ارتفاع درجة حرارة راني نوز سيلان في الام نيم ماريا الاسم ماريا illness المرض sore throat ارتهاب في الحلق symptoms الاعراض pain in the throat يعني وجع في الحلق نيم سونيا اي شكلها اكله هوا الاسم سونيا illness المرض tooth ache وجع اسنان symptoms الاعراض tooth aches اوجع في الاسنان يبتكون عادا المرض نفسه الاعراض تمام من قد ما شكلها سونيا بتستخش شكوراتة طيب اجزاء الجسم اي العين اير الاذن throat الحلق shoulder كتف back ظهر arm اليد hand الارم الساعد الهند الكف اليد يعني knee ركب leg القدم او الساق foot القدم الهند الانف الفم الاسنان نك الرقب السمك المعدة دوكتر دوكتور اي فيل سك انا حاسني تعبان اي هف ان اوفل هديك عندي وجع راس رايب ان اي هاف اي هاي تمبرتر وعندي حرارة علي what's wrong with me شو المشكلة معي اكالو بعتقد انه عندك انفلونزا. لازم تشرب سوائل كتير. ومش لازم تطلع بره. لازم تضل في التاخت وترتع. لمعلوماتك بحكي لك درجة حرارة الجسم العادية سبعة تلاتين درجة سيليسوس ما يعادل تمانية وتسعين درجة فيهرنهايد. بحكي لك اربط السائل الجسم مع الامراض. فمثلا بحكي لك نوز. فانت راح تحكي. اه الانف. الامراض طبعته. راني نوز. اللي هو سيلان فلان. على سبيل المثال انت ممكن تكتب. المرض وجع المعدة. شو الامراض اللي بتتعلق فيه. اللي هي. او الاعراض اللي هي. وعلى هذا المنوال. طيب هون اجب بنعمل. سارا سارا لديها درجة حرارة عليه. خلينا نشوف سارا اين انت يا سارا. اذا معها فلوزة. ومن اعراض الفلوزة الحمى. والحمى هي ارتفاع درجة حرارة. فالجواب بيس. ماريا's throat is sore. اذا. حلق ماريا ملتهب. صحيح. اذا. ماريا المرض تبعها sore throat. صحيح. بيتر's stomach hurts. اذا. معدة بيتر و بطن بيتر عم يوجعه. صحيح. the patient at the doctor's office doesn't have a fever. اذا بيحكي لك انه المريض. اللي في مكتب الدكتور ما عنده fever. هون شو حكا. I have a high temperature. عندي ارتفاع درجات حرارة عالية. ارتفاع درجة حرارة عالية. والفيفر هي نفس الشيء. فالجواب. no he has. هو لديه. no. he has. أو. he does have. هو لدي. the doctor says the patient should stay at home. الدكتور عم بيحكي انه. المريض لازم يضل في البيت. الجواب بيس. طيب بيحكي لك. ask the answer. what's the matter. ما الامر. what's wrong. طيب لما نسأل شو المشكلة. ما الخطب. ماذا حصل بنسأل بهاي الطريقة. what's the matter. what's wrong. I have a stomach ache. عندي وجه معدة. you should take some medicine. لازم تاخد بعض الأدوية. what do you do when you have a cold. شو بتعمل لما يكون عندك برد. I usually take some aspirin. أحيانا باخد بعض الأسبرين. نذهب إلى القسم الثالث. a grammar. طيب. نروح لshould وshouldn't. عادة نحن نستخدم should عشان نعطي واحد نصيحة. خلينا نشوف. use should shouldn't to give and ask for advice. إذا نستخدم should أو shouldn't لإعطاء أو طلب نصيحة. نصيحة. طيب. what should I do about my bad grades. إذن هون لكيو حرف لكيو معناه question. سؤال. وهون answer. جواب. إذن what should I do about my bad grades. ماذا علي أن أفعل. حول علاماتي السيئة. الجواب. you should study more. عليك أن تدرس أكثر. هاي نصيحة. عم بينصحة. what should I do when I have a stomach ache. إذن ماذا علي أن أفعل لما يكون عندي وجامعة. you shouldn't eat so much. إذن لا ينبغي عليك أن تأكل كثيرا. نروح للكلوزيس. with when. الجمل مع كلمة. when. what do you do when you have a cold. إذن شو بتعمل. لما. إذن وين هون إجت بمعنى لما. شو بتعمل عندما يكون عندك برض أو لما يكون عندك برض. I usually take some aspirin. إذن أنا عادة بأخذ بعض أقراص الأسبرين. what did you do when you had the flu. ماذا فعلت لما كان عندك اللفلول في الإنفلوينزا. حكاله I stayed in bed. بقيت في الفراش. work with a partner. اعمل مع زميلك. ask and answer the questions. with how do you feel when. use the words in the box. how do you feel when you lose something. طيب الآن إحنا بدنا نسأل. how do you feel when. وبعدين نختار أي شيء. مثلا. how do you feel when you lose something. كيف تشعر عندما تفقد شيئا. فحكاله I feel angry and nervous. بس أنا أشعر بالغضب والتوتر. هون نفس الإشيء الآن. سألين أسئلة. how do you feel when you exercise. كيف تشعر عندما تلعب الرياضة. فالجواب راح تكتب. I feel. وتختار صفة من هدول الصفات. I feel tired. أنا أشعر بالتعب. مثلا لما أمارس الرياضة. I feel مثلا excited. أشعر بالمتعة. طيب كيف تشعر لما you eat a lot. تأكل كثيرا. فأنت راح تكتب. I feel مثلا سليبي. لما أكل كثيرا بشعر بالنعاز. طيب كيف تشعر. when you see or hear bad news on TV. لما تسمع. أخبار سيئة. على التلفزيون. I feel afraid. أنا أشعر بالخوف. طيب أنت الآن جاوب من عندك. بس أنا راح أترجم لك الأسئلة. وراح أترجم لك الصفات. طيب. you are not prepared for a test. كيف تشعر لما ما تكون. طبعا الكلمات اللي هون. الجملة اللي هون. تربطها مع how do you feel when. بعدين تربط بقية الجملة. يعني how do you feel when you are not prepared for a test. كيف تشعر عندما ما تكون محضر للإمتعة. كيف تشعر عندما. you have nothing to do. لما ما يكون عندك شيء تعمله. يعني اللي هي كلمة bored. I feel bored. يعني أشعر بالملائق. you need to go to the dentist. لما تشعر أنك. أو لما تحتاج أنك تروح لطبيب الأسنان. you see a sad film on TV. لما تشوف فيلم محزن على التلفزيون. فيلم حزن على التلفزيون. you don't sleep well. لما ما تنام كويس. you do well on a test. لما تعمل كويس بالإمتحان. you need to make an excuse. لما تحس أنه لازم تعتذر. you travel by plane. لما تسافر الطيارة. you need to say goodbye to a friend. لما بدك تحكي مع السلامة لأصدقاء. طيب خلينا نشوف الصفات اللي راح تستخدمهم. afraid خائف angry غاضب bad سيء bored ملل يعني أشعر بالملل. excited ممتع fine كويس. okay glad مسرور great عظيم happy سعيد hot يعني سخن hungry جائل مريض nervous متوتر relaxed مرتاح ساد حزين sick مريض sleeping عسان strong قوي. terrible رهيب مرعب يعني بهذا المعنى يعني سيء أحيانا بتيجي بمعنى سيء تيرستي عطش تايرتعب ويك ضعف وندرفول روعة يعني رائع ورد قدق إذن وكملوا على هذا المنوال. now tell your partner what you do in the situations in exercise a أخبر الآن زميلك شو بتعمل بالمواقف. تبع التمرين ايه يعني على سبيل المثال when I lose something عندما أفقد شيئا I look and look for it أنا أبحث وأبحثا. when I exercise I usually drink a lot of water لما أتمرن عادة أشرب كمية كبيرة من المية وعلى هذا المثلا. مثلا when I بدأ لي وبتحط I when I see bad news. مثلا خلينا كتب لكم. when I see bad news. I turn off the TV لما أشوف أخبار سيعة بغلق التلفاز وهذا أحسن شيء تعمل. work with a partner ask and answer questions. use the adjectives in the box in exercise a. اذا اشتغل مع زميلك اسأل وأجب واستخدم الصفات الموجودة في التمرين. تمرين ايه الصفات اللي هي موجودة هون في هذا التمرين تمام. فعلى سبيل المثال I am really angry. أنا حقا غاضب. أكالوا لماذا؟ because I lost my keys. لأني فقدت مفاتيحي. مثلا واحد ممكن يحكي I am really sad. أنا حقا حزين. بيحكي له why. ليش؟ فأنت تجاوب because I because my grand father passed away مثلا. لأنه جدي مثلا قد مات أو غادر الحياة. الآن بيحكي لك match the problem with the advice. تصل المشكلة. مع النصيحة بنا practice with a partner. على سبيل المثال. practice with a partner. يعني مارس مع زميلك. I have a temperature. عندي حرارة. You should take some medicine. لازم تاخد بعض الأدوية. المشكلة problem. I have a headache. عندي وجع راس. الجواب بوصلها مع. You should take some aspirin. النصيحة advice. إذن المشكلة أنه عنده وجع راس. والنصيحة أنه لازم تاخد دو الأسبرين. We're very tired. نكثير تعبني. You should take a wrist. لازم ترتاحه. مريم has a stomachache. مريم عندها وجع معدش. She shouldn't eat anything right now. يجب أن لا تأكل أي شيء إلا. أحمد has a toothache. أحمد لديه وجع أسنان. أو صنع بوجع. إذن he should. He should go to the dentist. يعني لازم يروح للدكتور الأسنان. The children have a sore throat. الأطفال لديهم التهاب في الصدر. في الحلقة فون. They should drink warm liquids. لازم يشربوا. سواء الدافئة. فيصل is afraid of shots. إذن فيصل خائف من الحقن. He should. عفوا. He should take some pills instead. لازم ياخد بعض. لازم ياخد أقراص بدل الحقن. تمام؟ هون بحكي لك استمع. وبدك تحدد المرض. فإحنا راح نحدد من خلال الصورة من دون ما نسمع. هيد إيك. طيب هون عنده وجع معدي. هون وجع راس. هون تكتب. كيك. وهون. هون كتبي لك يا باكي كان عنده وجع. ظهر. ونانسياشن. الاستماع. listen to the initial consonant blends with us. then practice. استمع. إلى الحرف البدائي الصحيح. المخلوط مع حرف s. تمام؟ نيز. انت لاحظ انه الاسول ان ما بعض. سنيز. مخلوطين ما بعض. سنيز. مش مفصولين. ما بحكي سنيز. أو ستمك. صنيز. ستمك. سوالو. سليبي. سنيز طبعا يعطي ستمك لمعدي سوالو. يعني يبتلع. وسليبي. بكون نعسان. وننتقل يا حلوين إلى قسم السادس. وهو قسم المحادثة. المحادثة نروح للقسم السادس conversation المحادثة عمر hi bud what's the matter you don't look well إذن مرحبا يا bud ما الخطب ما الأمر ما المشكلة you don't look well لا تبدو جيدا يعني منظرك مش منيح بين أنك تعبان bud دعم يجاوب man يا رجل I feel terrible يعني أشعر بسوء بالسوء يعني تعبان I have a stomach ache and I feel like vomiting إذن أنا عندي وجع معدة وحاسن أني بدي أراجع I feel like يعني حاسن أنه متل بدي أراجع عمر you should see a doctor لازم تشوف الدكتور but I just did أنا يعني اللي توي فعلت he gave me a prescription prescription اللي هي وصفة for some medicine لبعض الأدوية and said وقال I should have only tea فقط يجب أنا تناول الشاي toast خبز toast rice rose and things like that for a while وأشياء مثل هيك مثل التوست والروز يعني for a while لمدة it's probably something I ate من المحتمل إنه هو شيء أكلته يعني المشكلة اللي صابتني واجه عن معده هو من المحتمل إنه شيء دخلته في معده يعني أكل كتير مثلا فجر الأكل مثليك فصابوا المرض عمر what did you eat شو أكلت but John nothing much يعني ما مش شيء كتير يعني ما أكلت كتير I ate dinner at and all you can eat buffet إذن هو أكل عشاء يعني بكل ما تستطيعه بكل ما تستطيعه أن تأكل من البوفي يعني كان في بوفي مفتوح نسفه كامل تمام I had seafood أول شيء تناول طعام بحري seafood طعام بحري then I had steak steak اللحم البقري and for dessert وللحلويات I had pudding followed by ice cream تناول يعني مثل كيكة مثل الكريم كراميل هاي اللي يعني اللي بتكون هيك شكلها هلامي تمام followed by ice cream بعدين تناول ice cream بوغة and chocolate fudge cake وشوكلات الفج اللي هي بتكون يعني مغطاة بالشوكلاتة يعني كيف النوتيل هيك لما تعبي الكيكة على الآخر يعني مغطاة بالشوكلاتة تمام and oh the thought of food makes me sick ومجرد التفكير في الطعام بيخليني أمرض عمر that's a shame يعني هذا سيء أو مخجل بهذا المعنى I wanted to invite you to go out for dinner يعني أنا كنت بدي أدعيك أنه نطلع نتعشة أنا رو بداله لباد بحكيله يعني أنا مش مريضة كثير يعني ممكن نطلع نتعشة ما في مشكلة طيب about the conversation حول المحادثة how does bud feel كيف يشعر bud إذن الجواب he feels terrible يعني يشعر بسوء تمام ليو الجواب هون terrible what's wrong with him شو مشكلته he has a stomach كيك لاحظ هون حكي عن حاله I have a stomach كان عندي وجهة معده إحنا الآن حولنا I have I have صارت هاز لأنه الضمير هي بياخد هاز he had a stomach عنده وجهة معده what advice did the doctor give him إذن شو النصيحة اللي يعطاه ياها الدكتور طيب بدل كلمة بتحطهم وخلص إذن he gave him a prescription for some medicine and said وبدل آي هون بتحط هي تحذف الآي اللي هون بتحط هي بدل and he should have only tea toast rice and things like that for a while أعطاه وصفة دو حكال أنك لازم تأكل toast ورز وأشياء متري what did عمر what did عمر want to do إذن عمر شو كان بده يعمل بدل آي بتحط هي فقط إذن تحط هكابيتل he wanted to invite وبدل you بتحط him إذن he wanted to invite him حط him to go out for dinner عشان يطلع يتعش يعني هو عمر كان بده يدعي لبد عشان يطلعوا يتعش ضروري لما تجاوب الآن عمر وبد كانوا بيحكوا عن حالهم الآن إحنا بدنا نجاوب عنهم فبدل يعني لما يعني لما كان عم بيحكي عن حاله كان بيحكي أنا فإحنا لما بدنا نحكي عنهم بدنا نحول الضمار بدل أنا هو بيصير طيب بيحكي متى كنت آخر مرة مريض سنة الماضي شو كانت المشكلة كان عندي التهاب حلق ماذا فعلت ل المشكلة لقد الدكتور رحت للدكتور ماذا تفعلت لكيب حالك ماذا تفعلت لكيب حالك صحي ماذا أخذت في المشكلة أو أخذت من المشكلة المشكلة إذن ظلتني بعيد عن المشروبات الباردة والآن ننتقل للقسم الثامن وهو قسم القراءة قسم الثامن القراءة قبل القراءة ماذا تعرف عن البرد والإنفلونزا أتشو 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 واحد عم بيطس وعم بيحكي هل هذه نزلة برد أم إنفلونزا يعني هل هو مرض البرد أم مرض الإنفلونزا باعتبار تشابه العرب فبحكي لك لما منخارك سكر عيونك تصير ميت دمع يعني يعني أنه حلقك ملتهب عم تسعل وتعطس باستمرار وعند تشو عم ترجف ثم لديك إذن أنت عندك إنفلونزا أو إختصار الإنفلونزا اللي هي الفلو أو هل هي نزلة برد عادية إذن الأعراض البرد والإنفلونزا متشابهة جدا وعادة يتم عدم التمييز بين المرضين وعادة يتم عدم التمييز بين المرضين الشخص بيطس أو بيصل transmits the infection ينقل العدو through the air من خلال الهواء بعض الأوقات الناس بيمسحوا أنوفهم وأعينهم بأصابيحهم and then touch objects around them وبعدين بلمسوا أشياء حوله such as a door knob مثل مقبض الباب a door knob ما من الفضل كيه a telephone a keyboard لوحة المفاتيح or any other everyday object أو أي شيء and other people come into contact with these items with viruses on them فالناس بتيجي بتلامس هاي الأشياء اللي الفيروسات موجود عليها and pick up the viruses that way وبلتقطوا الفيروس بهاي الطريقة colds usually last for five to seven days and are caused by viruses إذن البرد عادة يدوم من خمس إلى سبع أيام وسبب البرد يعني بيكون الفيروسات the body's own defense mechanisms need to fight the viruses إذن آليات دفاع الجسم اللي هي الأشساب المضادة تحتاج لمقاتلة الفيروسات unfortunately لسوء الحظ there are more than 80 different constantly mutating rhino viruses إذن هو عم بيحكي لك تقريبا في 80 نوع مختلف متحور من الفيروسات الأنفية so vaccination against colds is impossible فعم بيحكي لك إنه التطعيم ضد نزلة البرد أو نزلة البرد شبه مستحيل أو مستحيل فعم بيحكي لك إنه يعني الأدوية بتعطي راحة مؤقتة من الأعراض لكن ما بيشفوا من نزلة البرد إذن الإنفلونزا لديها أعراض مشابهة لا نزلة البرد تمام؟ الآن في أعراض إضافية في أعراض إضافية للإنفلونزا حم يعني واجع عضلات رهيب وممكن تأثيرها يكون يعني جدي أو قاتل إن كان كوز نيمونيا طبعا البي لا تلفظ نيمونيا التهاب برؤوي وتقتل ضحيها في الماضي في الماضي الفلونزا أو الفلو قتلت أكثر من قتلت ناس أكثر من أي فيروس آخر على سبيل المثال من الناس من مختلف الأعمار ماتوا في جائحة ألف وتسعمية وتساطاش اللي هي الجائحة الإسبانية في الماضي ويعني بالحقيقة أثرت على الشباب أكثر من المعمرين لأنهم لديهم مناعة ضد الفيروس يعني ما عندهم مناعة ضد الفيروس ناوداين هناك فكسين هاي الأيام في المطاعيم لفلو الإنفلونزا تتحبين من بعض الفيروسات واللي بتحمي من بعض الفيروسات يعني فيروسات جديدة تظهر يسوء الحظ أنه دائما تظهر فيروسات أكتب ثلاث أشياء متشابهة بين البرد والإنفلونزا يعني تقريبا خلينا نشوف هون نشوف يعني في عندك جواب السريم نحكي مثلا بلوكت نوز انغلاق الأنف مثلا ووتاري آيز سور ثروت دمعان في العين والتهاب في الحلق هاي الأعراض المتشابهة الآن بحكي لك كيف بتختلف فبتحكي له بتكمل منهم ادشنال سيمتمس يعني فيه هناك أعراض إضافية ادشنال سيمتمس ستج فوردفلو للإنفلوانزا فوردفلو ستج أز مثل وبتذكر هاي فيبر حمى سيفير موسل ايكس وجهة العضلات وألام الآن ننتقل لقسم الكتابة رايتنج بحكي لك هيد اقرأ حول مرض الحرارة او تعب الحرارة لما ترتفع درجة الحرارة نقش في الصف ما هي العراض هل هناك عراض أخرى هل تتفق مع النصيحة هل تشعر هل أنت تعرق كثيرا هل عضلاتك تتوجه هل تحس انه بدكت راجع فلما يعني تقضي وقتا او ساعات ساعات كثيرة في الشمس الحارة يمكن ان تعاني من ارتفاع حرارة عشان ترتاح تابع هذه النصيحة الان عم بكتبوهم على شكل هدول بسموهم بولت بولت يعني طلقة تمام على شكل نقاط كبيرة او طلقة مثل الطلقة كامل لازم تبعت عن الشمس حول انك تلاقي مكان بارد او مكندش خذلك حمام بارد وبإمكانك انك سفريت رش مي بارد على جلدك لازم تشرب كمية ما كبيرة بلنتي يعني كمية لا تشرب سريعة لازم تشرب كميات صغيرة لازم ترتاح طبعا هي lay down lay down استلقي وضع يعني قدمك او ارفع قدمك this prevents shock or fainting طبعا lay او lie صحية هي lie تيجي بمعنى يكذب لكن تيجي كمان بمعنى يستلقي صحية this prevents shock or fainting وهذا يعني يمنع الاغماء shock اغماء fainting كمان تيجي بمعنى انه تعب لحد الاغماء زيك if the symptoms continue you should see a doctor اذا استمرت العراض لازم تشوف دكتور نحكي لك writing corner نصائح كتابية bullet points help make a list clear and simple to read فحب بحكي لك انه النقاط الكبيرة هاي اللي هي البولت الطلقات بتساعد انه تعمل قائمة واضحة عشان يسهل قراءة فلما هو اعطانا على النصائح على شكل النقاط كان يعني من السهل قراءة وكانت نصائح واضح for example when there is list of ingredients in a recipe or a list of symptoms for unknownness على سبيل المثال اما يكون في قائمة مثلا مقادير نما تكتب مقادير طبخة معينة بتحطه مع شكل نقاط بيصير سهلة للقارئ أو قائمة اعراض لمرض when there is list of instructions or steps to follow in a certain order it is better to use numbers and not bullet points بيصير لما يكون في قائمة تعليمات أو خطوات للاتباع بترتيب معين من الأفضل لأنه نستخدم أرقام وليست نقاط with short phrases or words do not use punctuation after each bullet point when there is clear sentences or sentences use the correct punctuation بيحكي لك لما يكون في هناك جمل يعني قصيرة لا تستخدم علامات الترقيم بعد كل نقطة تمام when there is a complete sentence or sentences use the correct punctuation when there is a correct punctuation لما يكون في يعني جملة كاملة استخدم علامات الترقيم الصحيحة طيب انا بحكي لك what are some common symptoms of the flu ما هي الأعراض الشائعة وكيف ممكن يعني تعالج العراض اكتب الملاحظات في جدول النصيح عندك الادفايس والنصيح عندك هون شرب سواء الدافة طبعا هاي كلها أعراض للفلو فاتيق ارهاق stay in bed ابقى في الفراش او جعل رأس اخذ بعض الأقرص هون بدنا نعمل نفس هاي الطريقة نكتب لكن انا كتبتها على الشكل فقرة كاملة تمام بإمكانك انت الان النقاط اللي راح اذكرها الان تكتبها على شكل نقاط لما يكون عندي برد لما يكون عندي برد عادة اذا ممكن هاي نعملها على شكل نقطة تمام مثل هيك انا بظلني في الفراش وباخد ادويتي بحاول نخلي نفسي مرتاح هاي نقطة ثانية وهاي نقطة ثالثة وبعيدة عن الضجة اذا ما شعرت اني كويس ايود دوكتور يعني ممكنني استشير دكتور عشان ما اخاطر بنفسي هاي نقطة مثلا رابعة الان ننتقل للتبرين الاخير for meaning and function طيب الان عندنا هون subject pronouns ضمائر الفعل اللي هو شخص اللي بيقوم بالفعل i you he she they you الاخر object pronouns ضمائر المفعول به فمثلا بتحكي انا احبه فبتحكي i like him مثلا على سبيل المثال i like him انا هون ضمير فعل انا اللي قمت بالفعل like الفعل يحب him هون اجا مفعول به يعني انا احبه هيلها هي المفعول به عندك possessive adjectives صفات الملكية my your his يعني بتحكي مثلا my car سيارتي mine هون عشان اللي هي الطمائر الملكية تمام بدل ما اضلني اكرر احكي مثلا my car سيارتي بحكي it's mine يعني ملكي الى اخري خلينا نشوف ننزل بالترتيب عشان نفهم الموضوع كامل subject plus verb plus object اذا subject pronounced ضمائر الفعل take the place of the subject in a sentence اذا ضمائر الفعل take the place تاخد مكان الفعل في الجنة they come before the verb بيجوا قبل الفعل يعني على سبيل المثال tom likes football اذا tom يحب الكرة مين اللي قام بالفعل tom تمام يحب الكرة حلو اذا عندك فاعل فعل مفعول به هلأ بدل من ضلنا نحكي tom 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 عمله خلاص tom صار معروف فبدنا نعوض عن tom بالضمير الفاعل اللي هو هي اذا tom لانه ولد اخد he هو he likes football هو يحب الكرة فلانه عم نحكي عن tom انت عرفت انه هي عائدة على tom فقط طيب object pronouns ضمائر المفعول به ضمائر المفعول به take the place of the object بتاخد مكان المفعول به they come after their verb وبيجوا بعد الفعل لاحظون بيجوا قبل الفعل هون بعد الفعل مثلا tom likes football tom بحب الكرة نفس الاشي اذا tom فاعل likes فعل football مفعول به الآن football مفعول به بدنا نعوض عنها بالضمير اللي موجود فيه جدول المفعول به اذا فوتبول عاقل ولا غير عاقل غير عاقل شو الضمير اللي بيعبر عن غير عاقل يعني عليكم it فشو حكو tom صار هي ضمير فاعل اللي هو هون شايفين هي لانه دائما بيجي اول اشي بيجي قبل الفعل بعدين عندك الفعل likes او اي فعل انت بتحبه اي جمل انت بتحب تكتبه بعدين it اللي هي ضمير المفعول به فهو هو يحب وها اذا شو يحبها الكرة هو يحبها اذا انت عائدة على الفوتبول وهي عائدة على tom likes بقيت كما هي لانه فعل ما بيغير possessive adjectives اذا صفات الملكية تبين تبين الذي يملك هذا الشيء بيجي قبل الاسم على سبيل المثال على سبيل المثال tom's favorite sport is football اذا رياضة tom المفضلة هي الكرة الان ما بنا نستخدم الضمير الضمير الآن مذكر نروح على الصفات الملكية تمام possessive adjectives الولد شو بياخد ايوة اذا الماي الي يور اليك وهيز اليو اذا للولد هير للبناء اذا شو رح تاخد his favorite sport is football يعني رياضة المفضلة هي الكرة possessive pronouns ضمائر الملكية اللي هي صف الاخير شايفينه بحكي لك show ownership تظهر الملكية تملك they take the place of noun وبياخدوا مكان الاسم يعني لاحبوا هون sport is تمام يعني اه نعم هون اه بيكون موجود الاسم الان في possessive pronouns في ضمائر الملكية بدنا نحذف الاسم ببط الموجود تعال نشوف المثال افضل it's not tom's football اذا هي ليست كرة tom تمام it's my football هي كرتي اذا انا الي بملك هاي الكرة تمام بعدين خلاص صارت الاسماء معروفة بعد ما ذكرنا الاسماء ما رح نذكرهم مرة تانية فراح نحذف كلمة الكرة فوتبول ونعوض عليها بالضمائر الموجودة في الأخيرة فراح نحكي it's not his ليست ملكه it's mine هي ملكي اتوقع واضح خلينا هون نشوف replace the underlying words in the conversation with the correct pronouns or possessive adjectives اذا استبدل كلمات اللي تحت خط in the conversation في المحادثة with the correct pronouns مع الضمائر الصحيحة or possessive adjectives او الصفات الملكة طيب سام اتشو دان سام what's wrong with ايوه الآن دان عم بيحكي مع سام احنا بدنا نبدل الآن الاسماء بالضمار اذا what's wrong with انا الآن عم بحكي مع سام فعن بحكي له what's wrong with you ما خطبك يا سام تمام فانا بدي احذف الاسم وبدأ استعيد عنه بضمير مفعول به اللي هو اليو object pronouns حكينا بيجي دائما بعد الفعل اللي هو اذا بحذف سام بحط تمام انت زميلك عطس فشو رح تتحكي له ما خطبك بدك توجه الكلام اليو تمام طيب الان سام شو عم بحكيه I think I caught a virus on the school trip اعتقد اني التقطت فيروس في رحلة المدرس everyone in my class caught the virus كل واحد في صفي التقط الفيروس اذا كلمة the virus بدنا نستعيد عنها بضمير التقطه اول شيء التقط الفيروس يعني الفيروس راح يكون مفعول به في واحد التقط الفيروس تمام حلو اذا نروح على جدول المفعول به object pronouns طيب الفيروس عاقل ولا غير عاقل غير عاقل اذا شو ضمير غير عاقل الله عليكم الله عزكم ما بتجاوبوني ولا اكتبونا بالتعليقات Charles had a cough اذا نعم بحكي لك Charles had a cough يعني Charles had a cough يعني Charles كان عم بيسعل او كان عنده سعلة Charles set next to Sam اذا Charles لما يبلش بالجملة دائما بالاسم بيكون ضمير فاعل اذا Charles ولد الروح على جدول ضمير الفاعل اللي هو subject pronouns اذا الولد شو بياخد ايه يا عيني عليكم يعني جلسة بجانب Sam اذا Sam بيكون مفعول به لاحظ انه بعد الفعل بعد الفعل مفعول به قبل الفعل بيكون فاعل تمام؟ اذا سام نروح على مفعول به اذا جلسة بجانب Sam سام يعني جلسة بجانبه اذا شو ضمير الولد تبع المفعول به him اذا سام بدو يسير him حبة حبة on the bus في الباص so perhaps وربما I caught the virus I caught it اكينا مفعول به غير عاقل from Charles from him اذا التقطت منه it was called at the zoo كانت برد يعني في الحديقة حديقة حديقة حيوانات and Mr. Barker said Barker told my classmates and I اذا اخبر اخبرني واخبر طلاب صفي اذا اخبرنا مبعض اخبر طلاب صفي واخبرني يعني جماعة احنا تمام؟ اذا شو ضمير المفعول به الذي يدل على احنا ضمير الفاعل we هذا لازم يكون اول جملة لكن الان اللي classmates اجت بعد الفعل لاحظ told فعل ماضي تمام؟ اجت بعد الفعل فبدأت تكون مفعول به اذا ال we شو راح تسير us اذا ضمير مفعول به طيب my classmates and I told us to put on اذا عشان نلبس put on هون يلبس my classmates and my jackets عشان نلبس جواكيتنا اذا my classmates and my jackets يعني نلبس جواكيتنا معناته عم بيحكي عن ضمير ملكية بدنا نلبس جواكيتنا تمام؟ اذا شو هو الضمير الملكية اللي بيدل على we اللي بيدل على نحن لاحظ هاي we تمام؟ اذا وين الضمائر الملكية او الصفات الملكية عفوا هاي ها possessive adjectives سو بدنا نحط ال we شو راح تسير راح تسير اول يعني my classmates and my اللي هو ولاد صفي وأنا جواكيتنا تمام؟ جواكيت طلاب صفي وجاكيتي انا منهم فراح تسير to put on our jackets تمام؟ اذا هاي اللي كلها تحت خط منحذفها ومحط بس كلمة our Mr. Parker said that my classmates and I اذا should stay work اذا السيد باركر قال انه كلاب صفي وأنا لازم نضل بالفرشة تمام؟ اذا هون راح يكون فاعل ليش؟ ان هم اللي بدهم يضلوا بالفرشة هم راح يقوموا بهذا الفعل إذا my classmates and I راح تسير we should stay warm لازم نضل يعني دافين well I didn't listen to him ما سمعت للسيد باركة I didn't wear my jacket I didn't wear it يعني انا لم ألبس الجاكت تبعي؟ and some of my friends didn't didn't wear و بعض اصدقائي لم يلبسوا انتوا لاحظون او شي my jacket اتكررت تمام؟ فالمرة التانية لما تتكرر نفس الاسم بدنا نستعيد عنه بال possessive pronouns إذن واصدقائي ما لبسوا جواكيتهم شو هو الضمير اللي بدل على الجماعة اللي بدل علىهم اللي هو theirs إذن possessive pronouns بصير didn't wear theirs إذن هاي كلها بتنحدف وبتكتب theirs maybe that made the virus worse وممكن هذا جعل الفيروس اسوأ the virus بصير it لأنه ما فعل به the virus هو غير عقل بصير it made the made it worse جعله اسوأ سام بلش بسام فمعناته هي ضمير فعل should see a doctor لازم شوف الدكتور I did سام طبعا عفوا هون سام صحيح هو ولد لكن دان عم يخاطبه مباشرة فلما يخاطبه مباشرة راح يحكي له should see a doctor لازم انت تشوف دكتور يا سام حكاله سام جاوبوا I did نعم انا فعلت the doctor gave me اذا الدكتور اعطاني he gave me the doctor gave سام اذا الدكتور اعطاله سام الان سام عم بيحكي عن نفسه لاحظ سام عم بيحكي عن نفسه ف the doctor gave give me اعطاني a prescription وصف الدواء for some medicine لبعض الادوية the doctor said I should take الدكتور حكا يعني he said هو قال I should take the medicine لازم اخد الدواء three times 3 مرات باليوم the medicine tastes terrible اذا لاحظ the medicine غير عاقل فشو الضمير راح يكون بالبداية ضمير الفعل اللي هو it tastes terrible يعني طعمه سيء حبايبي طلاب الثاني متوسط بتمنى انتكم تكونوا فهمتوا عليه شاكر وقتكم وصبركم معي لا تنسونا من صالح دعاكم ونشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته